زمان وإحنا صغيرين كانت حدوتة قبل النوم دي حاجة مهمة جداً دي كانت الوقت اللي إحنا بنتجمع فيه مع مامتنا تقعد معانا وتحكي لنا الحدوتة تعلمنا منها فضاء المعينة الصح والغلط الاحترام الأخلاق إزاي إحترم الكبير الحاجات دي كلها كنا بنتعلمها من الحدوتة اللي كانت بتحكي لنا قبل النوم كانت مهمة بالنسبة لك؟ وقتها كمان مهمة جداً وقتها أنت مفروض دخل على يعني تدخل في حالة من الاسترخاء قبل النوم فبتسمع حدوتة كده لطيفة فيها درس فيها حكمة مفروضة تتعلمها فيها فضيلة زي ما كانت بس أنت بتتكلم مهمة جداً حتى بعد التطور اللي حصل في العالم كله من تكنولوجيا ورقمنة ووسائل تقنية حديثة لسه الحدوتة والحكاية محافظة على رونقها مع الأطفال محافظة على مكانتها كأداء جاذبة ومشجعة للطفل كلام كتير عن حدوتة المصرية للأطفال وإزا قدرت أنها تعلم ولادنا تعلمنا طبعاً ونعلم من خلالها ولادنا قص التربية الإيجابية الصحيحة الإجابة دي هنعرفها دلوقتي من الحكاواتية حانان طهر اللي من ورانا صباح الخير عليك صباح هنا طبعاً عايزين نتكلم في البداية عن تأثير الحدوتة على تربية الطفل هل مازال تأثيرها حتى الآن نفس تأثيرها زمان؟ هي الحدوتة حدوت حطتها في مسلسل حطتها في فيلم حكتها هي حدوت احنا اللي بنقول the power of the story أو قوة الحدوتة قوة الحدوتة في تأثيرها على الإنسان وإزاي بتبقى معاه وفي بقى درسات كتيرة قوية عملت على قد إيه إن الحدوتة بتبقى مع الإنسان مد أطول عن أي حاجة تانية بيستقبلها بحياته فالحواديت بتأثر علينا بتأثر على قراراتنا بتأثر على اختياراتنا بتأثر كمان في الأطفال على السلوك اللي هو بقى مهتم بيه كل أبو أمه خليه يصل حضرتك سؤال مهم جدا زي ما كان شازلي بيقول وقتها مهمة قوي الحالة اللي كنا بنعيشها قبل الحدوتة دي كانت مهمة جدا اللي بيحصل ما بين الطفل و أمه زي ما كنا بنتكلم قبل الهواء كده لما تاخد الطفل في خضنها وتقراله من كتاب أو هي تحكي الحدوتة الأمبيانس ده كله كان مهمة قوي بالنسبة للطفل هل النهاردة بيفرق إزاي الطفل بيستقبل الحدوتة دي فإن أنا بأهلوا للوقت ده إزاي ولا فيه ساعة أمهات لوو دلوقتي إيه يلا مسيكوا الموبايل مش مهم يعني أنت أكيد فهمت الفرق ما بين زمان كانوا عامل إزاي و دلوقتي الموضوع بقى عامل إزاي بصي أنا بحب أبقى عملية ورياليستيك يعني حقية يعني الولاد هيمسكوا الموبايل و الأمهات بتضطرر تدي الولاد الموبايل عشان كل حاجة ماشي آخر عشرة دقيقة في اليوم اللي هو حضر لكم بتكلم عنها اللي هو هاخده في السرير هنخش في مود النوم هعمل ريلاكسيشن وهنحكي حدوتة ببساطة من غير ما زي ما كنا نحط فيها قيام كتيرة ونتقلها بنسق الحدودة ونحكيها ده بيعمل كذا حاجة أولاً بيدخل زي ما حضر لكم قلت الولاد في ريلاكسيشن دي حاجة مصدر أمان هو جم ماما و بابا في السرير في هدوء كل ده بيعد الولد إن خلاص في حالة نومه و هدوء و هنخلاص في حدودة بقى تبقى معاته للليل حط في الحدودة اللي انتوا عايزينه بس من غير ما نبقى قصدين قوي و خلاص أحلى وقت طيب جميل جداً إحنا يعني بيبقى نفسنا نعلم الولاد كل حاجة صح و كل حاجة حالوة و لما بنشوف عليهم بعض الحاجات السلبية اللي بيعملوها بنبقى عايزين نوجهم بس طبعاً بنسمع من الخبراء زي حضرتك إن احنا ما نوجهش الأولاد بشكل مباشر ما دخلش مثلاً لو لقيته وليكن بدأ يكذب مثلاً أقولوا لا أو الكسب لا ما دخلش الدخل المباشرة دي و أحاول أغلفها له أو أحكيها له في قصة حدودة عندنا مشاكل في إن احنا بيكون عندنا إيه قوة كده في كمية المعلومات اللي احنا بندهاله في وقت معين مفروض أن أنا بحكي له حاجة قصة في لحظة استرخاء هو داخل على النوم خلاص فلازم أديله حاجة بسيطة جداً عن هذه الفضيلة لكن ما دخلش بكمية معلومات و قوة معلومات بتبينه أن أنا أصد أن أنا أعلمه حاجة زي دي و كنت أتكلم مع حضرتك قال للهوى أن أنا مثلاً باجي مثلاً أحكي لبنتي وليكن قصة فبعد أقول لها كان في زمان بنوتة صغيرة كانت بتعمل ولسه بقى هسترسل تقول أنت أصدق علي فتخليني أسكت أحاول تاني يوم أغير القصة أقولها إيه كان فيه ولد زمان تقول لي لا هو مش ولد على فكرة هو هي بنته وباباها سمو محمد في إيه بقى المشكلة عندي لأ هم بيون لسة بإدراكهم بقت 60 مرة أكتر مننا ده 100% ده 100% ده حاجة التانية إحنا كمان مغيرناش قوي في طريقة الحوادين بتاعتنا عشان كده أقول لك مثلاً إلجأ لكتب لأنه طلالما إحنا يعني دلوقتي فيه كتب جديدة دلوقتي بتتعامل مع المواضيع دي بذكاء يعني بننمس في الحاجة بس من غير ما إيه من باية من نعمل كمان كنت عايز أقول أن الأطفال عمتاً بتوع الجيل يعني الأجيال دي جد السنين دي بقوا أسكية جداً وبقوا ضد جداً الحاجات المباشرة النصايح المباشرة اللي أعمل سوي اطلع جداً بتيجي الحدوتة هنا تغذبنا في إيه؟ أولاً أنا بحطه في مكان وزمان غير اللي إحنا موجودين فيه بأبطال غير اللي إحنا نعرفه والبطل عمتاً للأطفال بيبقى هو ده الرول موضل فلما جاء أقوله أنه ولد بس هو أنا ولد زيك اللي هو أنت اللي هو عايزك تعمل كذا خلاص ده برضو هتمد على السن يعني خمس سن هقدر دخل حيوان بطل أكبر من كده مليحاتت بقى المهمة جداً اللي أنا بقى فهماها سن الطفل إيه؟ أحكي له إيه؟ لأنه مش كل خصص تفعله فهمينا بقى يا دكتور من إمتى لإمتى؟ أصلاً الحدوتة تبتدي من إمتى؟ لا الحدوتة أنزي ما قلت لك بالبيبي من لما زي ما كنا نكلمة على الهواء قبل الهواء البيبي من في بطن ماما بنحكي حوادث عادي خالص مش هيفهمها بس ودنه هتاخد على تون صوتك على طريقتك خلاص بيخش ألفة ألفة وكل حاجة في التربية ليه علاقة بالتعود بأن أنا أعود ابني أو بنتي على ده فهنا أعوده على حدود تتقبله طب الشهور لسنة دي أحكي له إيه؟ شهور لسنة بتجيب له الكتب اللي هي بتبقى قماش بتسبيل عفيها زي ما هو عايز يقطع حقس أوكي كل حاجة وأحكي حوادث اللي هي سطر سطر كده خلاص وأغير فسوتي بقى وأغني يعني السن الثغير ده خالص حكتين بتنفع معاه الغنى والتوتشنج اللمس ليه بقى؟ اللي هو الطريقة بتاعت أهلينا اللي هو نام نام والشطر عمر والشطر عمر وكان فيه واحدة ستة عندها 12 بنت والمسوا ومثلا لو فيه مثلا حد بيجري قاعد تعمل حركة جارية على جسمه السن الثغير ده الطريقة اللي بتنفع معاه الغنى نويته بتاخد على ده وابتدي ألمسه الأكبر شوية لو هنخش مثلا من 3 ل 5 الدول بقى بينفع معهم برضو للحاجات المنغمة والتكرار نقعد نقرر وهتلاقوا السن ده بيسأل كتير وتكرر كنت لساس هقولك اه نقرر ليه ازاي اه فنقعد نقرر الكلمة تكرر تاني وبرضو قصة صغير طبعا مش هنجيب السن الثغير حلوة مدتها ادي قصة مثلا دقيقة 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 بس انت هتلعب فيها بقى يعني اغير في صوتك غني ها 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 ادي اكتر من دور في القصة طيب عايزين اغتنب بيوت حضرتك كحكواتية كده وتقول لنا على فضيلة معينة وتحكي لنا حدوطة تقابل النوم مثلا حلوة اه يعني ازاي نقدر نوظف الحدوطة عشان تخدم الفضيلة من غير ما تكون بشكل مباشر طيب خليني بما ان احنا عايزين سن زغانطوت شوية طبعا الفضائل كتيرة جدا والقصص كتيرة جدا 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 بس انا يعني مثلا الحاجة اللي جاية في بادي دلوقتي حدوطة كان والدي بيحكيها لي هو انا صغيرة وهي كان بتعلم عدم الطمع يعني الواحد يبقى راضي بما قصب قبل ما تكملي شوف تأثير الحدوطة بقي معاك من امتى طبعا حدوطة قبل ان انا ببصم على حدوطة تأمينه طبعا فهي الحدوطة مش عارف تعرفوها لا بس هي في التراث المصري اسمها عم مرزوقه السلطنية فهو عم مرزوق كان راجل على قد الحال عايش مع مراته كان ليه اخ غني جدا اسمه اسم بس اسم كانش له مهتم باخوه ولا بيساعده ولا اي حاجة ونحكيها بنفس طريقة كده ولا يكون في اداء ممكن تحط اداء ممكن تلعب بالصوت بس هي الحدوطة دي مش هتتطلب اداء كبير او هيتطلب اداء لما نخش مثلا لان الحدوطة مثلا فيها حتة بتغرق المركب فاغرق وبا كش عارف يا اخد نفسه وكانت عفن جدا وامول معوصل للي بتهاء عايش الطفل الحاله همثل هو الحكي يوجد جزء تمثيل لان انت كل يعني هقولك ايه خليني اشرح لكم الموضوع ده ببساطة الوقتي انا وانا بحكي لك حدوطة غير لما تفرج عليها في التلفزيون لما بحكي لك حدوطة انت خيالك انت بتغمض كده وبتبني الحدودة بمكانها بأشكالها بجوها بصوت الشخص بطرقته في المشي بلابس إيه كل ده خيالك وأنا عندي دايما تمرين كده بعملهم مع الناس بتتدرب معي بخليهم يغمضوا عنهم وحكي لهم سين كده صغير وقلوهم شوفوا إيه عمري ما اتنين قالوا لي نفس الحاجة شفوها أبدا لأن كل واحد فينا بيشوف بعين خياله وبعين تجربته فهم مختلفين جدا احنا مختلفين عن بعض فالخيال ده اللي انت بتبنيه وبتعود تتخيل وتشوف إيه لما انت بقى لما احنا بنوحد بقى نحط أداء زيادة نغير في صوتنا نعمل الإحساس نطلع الإحساس ده بيخلي التجربة بتاعت الحكي ودي بقى الحاجة اللي تفرق إن الحكي أساسا تجربة experience بنخش فيها مع بعض لما بقى حكي انتوا بتخشوا معي في التجربة دي فهو ده اللي بيخلق تجربة الحكي احنا شايفين محضرات القصص دلوقتي كلمين عنها ايه دي سن قد ايه دي قصص فيها قيم حلوة جدا فعندنا مثلا كوكا الفروكا دي بتتكلم عن البيئة عندنا البطلة بتاعتها كابوريايا زغنطاتا قد كده بس هي قررت تنقذ البيئة وتلم كل القمامة من ودي من سن كبير من ستة مثلا لفوق عندنا دي من التراث المصري اسمها دارباب سبعة ودي كان نجمحها ارجانيزيشن اسمها مكوك من التراث المصري دي حلوة جدا جدا طبعا قديمة القيمة اللي بتقدمها ايه بص هي هي بتتكلم على انه ازاي الواحد ممكن ان هو يخدع الناس بطرق بذكاة يعني ممكن يعني هي عايزة تقول ايه انت بذكاةك الزكاة ده ممكن يتاخدع الناس يا اما تستفيد بذكاةك في خير او في الشارع اه فهي اداة يعني السلاح زو حدين فانت يا تستخدمك ويستخدمك ويستخدمك ويشفقه بين هلو حب بتتكلم عن ازاي ان احنا ممكن نبقى مختلفين بس نتفق علشان احنا من بيننا حاجات كويسة ومش لازم نبقى ضد بعض فهما مفروض فار وقطة واسد ونمر وكده ازاي ان كلهم اتفقوا مع بعض في الاخر وان هي بقت عملات حب يعني جامعيهم مش شرط ان احنا عشان مختلفين ما نحبش بعض يعني ما ملاقت الاناتيخ قصة للفن انا بحبها هي متكسالة بقى متحكة جدا ودي بقى من الحاجات اللي انا عايزة اقولها مش لازم الحواديث كلها تبقى فيها رسالة هي الحاجة حالة يعني ممكن يبقى من المتعة ان انا بنستمتع وان احنا بنحكي فدي حدوتة فاني جدا يعني اه فيها حاجات مهمة وكل حاجة بس تجربتها وكلامها متحك جدا تمام واخر حاجة هانا وشفة حدوتة عن اختين كانوا طبخين الاتنين بيساعدوا بعض بس كل واحدة لها طريقتها فاختلفوا وكل واحد فتح مطعم لوحده فبقى اقول له اتنين وحشين عشان ما بيكملوش بعض فرجوا اكملو بعض فتح ده اي بزنس اي اتنين بيفتحوا بزنس مع بعض بالزبط حلوة قوي حلوة قوي الافكار دي حلوة قوي القيم كمان كنت بقول لكم في قصص حلوة قوي طيب مين اقرب لان يكون حكواتي شاطر الاب او الام سؤال صعب قوي اعتقد حسب حسب الشخصية انا اعتقد الام يعني انا والدي كان بيحكي لي حواديد مش معمي طب انت يا شازلي انت مزيح انا بشيل مسئولية من علينا بسهدات يا خمي انا بحس انتو بتقول كيف لا لا مش عارفة بحس ان الخياله اوسع بيستمتع بالحك بيستمتع انه يسمع حواديد مهمة بيباله راية لا 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 خالص لا خالص انسداني مهمة بيش بالله راية مهضورش لا بحس ان البنيات الم اللي بيستوعب او بيحب يسمع حواديد بيعرف او بيحب يحكي حواديد برضه بحس انه بتفرق بقى زي ما هي قالت بقى مش شرط الراجل او ست او ام او اب اللي بيحب يعمل ده لان بتفرق قوي على فكرة الحاجة لما ده بيكونت بتحبها بتطلع صدقة وبتصل لولاد وزي ما قلت لك الولاد سنسر بتاعهم عالي جدا بيحسوا بيحسوا بالحد الصادق بيحسوا بالحد اللي بيعملها واجب بيحسوا بيحسوا قوي طيب انا عايزة اسأل حضرتك سؤال مهم جدا تدينا نصيح لأي أم بتفرج علينا دلوقتي تقولك طول اي انا ابني مثلا عنده سبع ثمان سنين او بنتي عندها ست سنين وعلى طول مسكين الموبايل لان للأسف ابتدنا ندرك مشاكل الموبايل دلوقتي يعني عارفين انه ما كانش ينفع عندي ولادنا موبايلات قبل سنة 12 سنة فاعمل ايه انا النهاردة لو ابني او بنتي مسكين الموبايل مش عايزين اصلا يسمعوني هايبر طول للوقت قبل النوم بيفرقوا كتير ببقى انا كمان تعبانة من الشغل اعمل ايه عشان ارجع الحدوطة تاني بجد دي من احلى الحاجات اللي ممكن تعمل باند ما بين ام وولادها جدا او العيلة عمتا فيعملوا ايه لامهات عشان يسحبوا الحتة دي منهم تاني الموبايلات ويدخلوا حاجة تانية زي الحكاية او الحدوطة فبالتالي يدخلوا بقى القيم اللي تناسبنا تناسب العيلة تناسب الأسرة نعمل ايه بصي طالما السن كبر شوي هنحتاج نعمل مجهود سننا شوي يعني بصي هو التربية عايزة صبر فانا الولد الولد كبر وانا معاودتش على ده هو صغير هعمل ايه هصبر شوي مرة مش هترض مرة هترض هتعد وامرها ليه خلي بالك ان انت كمان كأم الفقرة الفترة اللي بتعودي جنبها وتحكيلها او تحكيله دي هي هتستمتع بيها بس طبعا عشان هي تعودت ان هي بتتعرض لمؤثرات اعلى بكتير ما تحيخد مقود اكتر شوية بس هيحصل طيب انت لازم تبقى شاطر ولازم تتفوق في دراستك ولازم 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 تطلع دكتور لازم تطلع زابط لازم تطلع مهندس لازم تبقى زي ابن عمك والمقارنات اللي دائما بنسمعها دي ازاي ممكن الحدوتة تكون عامل مؤثر في ان انا اشجعه على التفوق في دراسته من غير برضو الرسالة المباشرة هي الشطارة في الحدوتة نفسها يعني هي تبقى حدوتة بتقول دا من غير ما تظهره وهي لازم قبل النوم لأ خبص يعني ممكن حدوتة في أي وقت أي وقت هي حدوتة قبل النوم احنا بنقول ليه لان خلاص احنا بنبقى في موض السكون وهي فيها حتة اللي هي قالت عليها دي البوندينج والكواليتي تايم المبيني وما بين ابني وبعدنا بالنسبتي كمان بتعمل حاجة مهمة جدا انا بعود الولد على انه يقرأ لانه اول ما يكبر بقى ويبقى ستة سبع سنين يبتدين من سويتش انه يبتدين يقرأ الوحده مش لازم انا اللي حكيله فخلاص انا كمان بعد اطفال انه ما يبقى قراء دي حاجة مهمة جدا هل ده معنا ان انا وانا بحكي له الحكاية لازم يكون مسك قصة في ايدي خالص لا خالص بس بطبيعة الحالة هتايمان نفسك مرة مسك تكتاب مرة حكيت بنفسي مرة ألفت مرة جبت قصة كنت بسمحها من جدي وجديتي دي حاجات اللي انا بحبها عجبني قوي موضوع الحراكة حكيتين انه مثلا لازم امثل لابني او بنتي الطريقة انه لو بيجري السنة صغيرة واعتقد لو كبير كمان لانه انا بحس ان دي احلى حاجة في الحدوتة التاني فكرة الاحتواء الما بين الام واولادها النهاردة عايزة اعرف امتى الام توقف عن حكاية الحدوتة لولادها يعني في بعض الابناء جدا بالفترة دي بفترة قبل النوم فبتكمل بقى معهم بنهرج بقى 12 سنة دي الوقت فامتى الام خلاص توقف بقى فكرة انا احكي حدوتة ولا السن مفتوح بصي دي بترجع للام والطفل يعني انا ما اعتقدش انه يقعد لـ 12 سنة يسمع انا شك لان 12 سنة دي اساسا دلوقت سن المراقب نبتدي من 8 و 9 فما اعتقدش انه يقعد 13 سنة يسمع هو اللي يحكي لنا حدوتة حلوة بقى الفكرة اللي انت قلتها دي في ايه لو عندي طفل اصغر يعني عندي طفلين واحد كبر والتاني يحكي اه والله كويس اه انا استثمرت فيه ورايح واخلي انا بقى من ماشر لا انت هتبقى يحكي هو بيعايد شوفها رايح نفسي ازاي لا خالص بلاكس انت بس اه برضو احنا محتاجين نبقى موجودين لي عشان بوندين برضو من طبعا انت بوندين مع الاولين مش تناعمل بوندين مع الثاني يعني طبعا كل الشكر لحدك شرفتين ونورتين عرب سيزة حينان طور الحكا بلتية شكرا لك